كيف تاخذ صور واضحة للفك حقك قبل ما ترسلها لطبيب الأسنان في عيادات وندرز؟ أول شيء استخدم جوالك واستعن بشخص لمساعدتك في التصوير وما تاخذ سلفي لأنها تعكس اليسار واليمين بعدها مهم مرة تكون بغرفة فيها مصدر ضوء قوي أو تقدر تستخدم كشاف جوالك بعدها ضروري تاخذ صور واضحة وقريبة من الفك كثير مهم أنك ترسل ثمانية صور للطبيب في عيادات وندرز أول ثلاث صور رح تكون للراس أهم شيء ظهور الراس والكتف الأولى من الأمام وانت مسترخي بدون ابتسامة والثانية من الأمام مع ابتسامة بسيطة طبيعية وثالثة من الجنب بزاوية 90 درجة لرؤية الفك مع الأذن بوضوح الخمسة الباقين من داخل الفم لكن مهم مرة أنك تغسل يدك جيدا وتقدر تستعين بملاعق بلاستيكية لأنها رح تسهل عليك كثير أول صورة من الخمسة هي الصورة الأمامية للأسنان وما تنسى أنك تعض بشكل طبيعي أثناء التصوير ثاني صورة للجزء اليمين من الفك كيف رح تسويها؟ خلي الملعق على الجنب اليمين من الفك وصور عن قرب ثالث صورة للجنب اليسار ورح تسوي نفس الشيء وتخلي الملعق على الجنب اليسار من الفك وتصور الصورة الرابعة رح تكون للفك العلوي وهي مرة سهلة بس رح ترفع ذقنك وانتفاتح فمك لين ترى سطح اللثة وتصور والصورة الأخيرة رح تكون للفك السفلي ميل ذقنك للأسفل وحاول تبعد لسانك مع فتح الفم وبعدها صور والحين تقدر تأخذ صور كثير دقيقة لأسنانك وترسلها لطبيبك في عيادات ووندرز سهلنا لك الصعب واجد ما في صعب مع ووندرز عيادات ووندرز لطبي الأسنان مركز زراعة الأسنان في مصر